عملنا النهاردة بكوبايتين من الزيت المستعمل الصابون السيل اللي انت شايفينه ده والبريل الغسيل للأطباء والمعين ما حطناش بقى كحل وما حطناش مسحوق والصابون بالقوم اللي انت شايفينه بجد جودت عالية جدا والمقادير ما فيش ابسط من كده هنا بقى انا جاهزت شوية من المياه جايبه من الحلفية وكمان الليفة اللي معادة انا مستعملها برضه على الحود وزي ما انت شايفين خدت شوية من الصابون ومشاء الله الروا بتاعته في مده الجمال يلا طبع معايا الفيديو انا نادر اغنيم ودي قناتي لو قرار مرة تشوفوها ما تنسوش تتركوا فيها وكمان فعلوا بجراز علشان يوصلكوا كل جديد في البداية نحط كوباية من المياه لو متلاجه بيكون احسن علشان تبرد الصدى معنا اسرع وكمان احط عليها اربع معلق كبار من الصدى الكوية او البطاس او هيدوركسود السوديوم لو هي ما تكون عندك بقالها فترة وحس ان هي مثلا ممكن تكون بردة شوية علشان ما تغلب كيش زودي كمان معلقة علشان يعني تخلي معاك الصبون يجبان بسرعة اكتر لكن لو هي بردة ممكن تأخره معاك ممكن يوعد يوم او اتنين طبعا في المرحلة دي بيكون لابسك ماما وكمان لابسك وانتي وابتح الشباك علشان البكان يكون جاد التهوية وبعدها عندك اي اطفال وانت شغالة وبندوب الصدى الكبير زي ما انتم شايفين وهسبها بقى لحد ما تبرد خالص بس انتهى لحد ما بردت خالص وبعدين بنزل عليها بكوبايتين من الزيت المستعمل انا عندي الزيت اللون مش غامق علشان انا ما استخدمتش كتير يعني محمرتش كتير هبدأ بقى ان انا هقلب طبعا مع التقليب هتلاحظة بقى ان القوم بدأ يتقل شوية واللون بدأ يتغير لو عندك هند بلندر استعديمه يكون احسن لك بكتير مش ياخد معاك وقته خالص هنا هنعمل المقادير بسيطة خالص مش هنحط مسحوق مش هنحط ملح مش هنحط اي اضافات من دي خالص ولا كمان لمونة اللي احنا بنعصره في النهاية يعني بتبقى لمونة او نص لمونة مش هنحطها النهاردة خالص عايز المقادير تكون بسيطة جدا زي ما انتم شايفين هنقلب لحد ما قال قوم يتقل معايا خالص يبقى زي قوم الكيكة بالزبط طبعا لازم تقلبه كويس علشان لو استعجلت وسبتيه قبل ما يوصل للكوم اللي انشايفه ده ممكن يفصل منك زيت يعني هتلاقي طبقة كده من الزيت عمت على الوش وباص منك خالص طبعا احنا هنقول بقى نسيب الصبون مثلا فعتين او ثلاثة او اربعة على حسب ما يتمسك معك لان مش كل الناس بتعمل الصبون وبيتمسك معاه في نفس اليوم ممكن يقعد معاك طول اليوم ممكن يقعد كمان لتاني يوم ده شكل الصبون بعد ما قعد معايا يومين يعني هو ما عادش معايا ثلاثة اربع ساعات لا وما نشوفش كمان في نفس اليوم وده بسبب السودة الكوية انا عارفة ان هي اللي مفعولها بطيق شوية فعلشان كده سيبته براحيتها خالص لحد ما بدأ الصبون يتمسك معايا يبقى بالشكل ده طول ما هو طار زي ما قلنا ما تشتغلش بخالص علشان هيفصل منك زيت مجرد ما بتبدأ تغليف الميا كده او تحط في ميا هتلاقي بقى كل الصبون دعم معاك على وش الميا كده وباص خالص وهيتريم معاك فلازم تستنى علي براحته لحد ما يتصبن ووصل للمرحلة اللي انت شايفها دي وبعدين اشتغلي به وبعدين بقى جبت الليترين من الميا المغلية الميا ده انا بنزلها من على النار لسه دلوقتي وهحط فيها كمية الصبون اللي عملناه هنا في المرحلة دي بتتقديم حل السلس مش الامونيوم الستنلس بيستحمل يا جماعة مع الصبون ما بيتفعلش مع الصبون زي الالمونيا الالمونيا بتزرق وعايز ادعك كتير وممكن كمان تخرمه طبوس انا حطيت ميا مغلية علشان لما حط الصبون على النار وعليت عليه النار كده بيفور معايا فانا علشان احط ويغلي معايا على طول على نار هدية مغلية علشان ما قفش اقصاده كتير يعني فانا هحطه بقى دلوقتي على النار هدية براحته خالص واسيبه حوالي تلت ساعة على النار يغلي ومش هنعل عليه النار علشان ما يفورش ويبهدل بتجاز او يبدأ ان هو يشف من تحت على النار هدية وكل فترة قلب فيه ده شكل الصبون بعد ما نزلته من على النار كان داب معايا خلص هو زي ما انت شايفين زي ما انت شايفين كوم الصبون ليس سايل وطبعا مش هيبان معاك النواة يتقل دلوقتي لكن انت لو اسبت في الحلة كده لتاني يوم هتلابقى اكوت لواحدة لانه اصلا كمية الصبون ما شاء الله كتيرا على لترين المية فادلوقتي اول خطوة هعملها ان انا هحط هنا كوبايتين من الصبون السايل اي نوع متاح عندك انا عندي الصبون ده مركز ما شاء الله يعني هحط منه كوبايتين كفاية اول ودي تاني كوباية طبعا الكمية اللي انت عايزة تضفع حابة ضعف الكمية براحتك خالص حابة تقلل تحط كوباية واحدة بس ده براحتك وكل ما تحط كل ما يخلي معاك الصبون يعني الرقوة بتاعته تكون كويسة هبدأ بقى انا نقلب كده زي ما انت شايفين وبعد كده هنزل بالمية ده اول لتر من المية احسبه معايا بقى كمية المية اللي احنا ضفناها علشان نعرف الكمية كلها اللي احنا عملناها في البداية حطيت لترين من المية المغلية ونزلنا عليها بلتر من المية المية عادية خلص من الحنفية يبقى كده معانا 3 لتر من الصبون ده القوم بتاعه لسه محتاج كمان ان هو يتزود مية هنا بقى هنقله في حاجة اوسع شوية علشان هنضعف الكمية لسه شايفين ما شاء الله القوم جمل جدا بدأ ان هو يتقل وكل ما هزود مية هيبرد الصبون لان هو لسه سخن وهيبقى معايا القوم تقيل كده بقى معايا 4 لتر ده اللتر الرابع يا جماعة عشان تكونوا عارفين وهقلب كل ما هنزل شوية من المية هقلب علشان اعرف القوم معايا تقيل ولا خفيف زي ما نشايفينه وقومه اصلا لسه تقيل كمان ونزلت هنا بالمية برضو قومة ايه الاكتر علشان ما شاء الله الصبون بيبرد بيبنل بقى القوم بتاعه طبعا ده السادس بقى معايا 6 لتر دلوقت من الصبون والصبون ما شاء الله مركز جدا تحيبقى تقيل خالص ولسه القوم هيتقل انا هوريك القوم بعد ما يبات بس لسه برضا هنحطه الاضافات تانية خلوكم معايا بص القوم بدأ يتقل ازاي كل ما بيبرد على المعلقة بتلاقي المعلقة بدأت تنزل النقطة بالبطيل فتعرف بقى ان الصبون هيبقى معاياك ما شاء الله جميل جدا لما يبرد اكتر من كده او يبات لتاني يوم هنا بقى جبت نص كباية من المياه حطيت عليها معلقتها من الكربوناتو او كربوناتو السوديوم وعليهم معلقة برضو كبيرة من ملح اللمون ما زودش ملح اللمون ولا الكربوناتو عن كده علشان بيقلل الروة كل ما يكتر كل ما يقلل الروة الكمية دي كويس جدا لها اللي احنا ضفناه عملت معاكو الصبون ده قبل كده ومشاء الله جبل نسبة مشاهدة عالية جدا بس في ناس اعترضت قالت لي انت حط مع سحوق وحط صبون فالحاجات دي في ناس تقولي المكونات كتير او فانا النهاردة حبيت ابسط المكونات زي ما انت شايفين ومشاء الله برضو الصبون جميل جدا والنهاردة كمان نسيت اقول لكم ان انا محطاش السكر كل مرة بحط السكر علشان يزود الرغوة ما شاء الله الصبون هنجربه مع بعض ويطلع برضو معنا جميل جدا هنا انا حطيت لون زي ما انت شايفين لو متاح عندك لون بتضيفي لو ما عندي كيش سيب الصبون زي ما هو كده واستخدميه اللون اللي حطا ده لون طعام فزي ما انت شايفين اللون وباستقرش على لون معين يعني اللون ده كان لون برتقاني او اورنج ومشاء الله يعني اللونه قلب على احمر فسيبه بقى لتن يوم كده ونرجع نشوف القوم بتاعه وكمان نشوف اللون هيوصل معنا لحد فان وده القوم بتاعه قبل من سيبه يبرد وعلى فكرة الصبون لسه معايا سخن جدا لما يبرد ويهدى كده ويباتل ادن يوم هيكون احسن بكتير انا بيت الصبون ليلة كاملة وشايفين القوم عامل معايا ازاي طبعا ما بتغطوهش بالسيبه طول ما هو سخن السيبه مكشوف زي ما انت شايفة كده ما شاء الله قومه تقل جدا طبعا لو حابة تخفيه بتخفيه بس يستحسن ان انت تحط كده في الازازة وهو تقيل وكل ما تحتاج شوية او هتحطون في الازازة اللي انت بتستخدمه على الحوض بتزود ده بقى كمية على قد الاستخدام لكن ده سبقل زي ما هو كده علشان يفضل معاك الاخر شوية يبقى معاك تقل زي ما هو ما يفصلش ولا حصل له اي حاجة خالص طبعا السابون ده مش هنستخدمه على طول بتركيني عشر ايام او اسبوعين بكتير وبعتيني استخدميه طبعا قبل الاستخدام ممكن تحطوه مع الاقتمال الجليسرين لو متاح عندك مش بتاع لك وخلاص بيكون السودة بتاعتي بردت خالص وتقدري ان انت تستخدميه هيكون معاك جميل جدا شايفين بقى الشفافية بتاعته عاملة ازاي بجد عامل زي الكريستال كده ويلمع وجودته عالية جدا يلا بقى نجرب مع بعض الرغوة حاب افكركم بقى لو وصلتم هنا في الفيديو وما ضغطوش لايك ضغطوا لايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو وكمان لو انت اقول مراش في القناة وماشتركتوش اشتركو فيها وفعلو الجرس علشان يوصلكو اشعار بكل الجديد قادر اول الصابون ما شاء الله بجد جميلة جدا بس سيبيه ما تستخدموش دلوقتي لازم تركني شوي علشان السودة بتاعته تبرد شوي وما بقاش حامعة لقديك السودة بتركني شبكو